سلام عليكم ازايكم يا احلى متابعين ومشاهدين في الدنيا. اوجد لكم بفيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهاردة هيتكلم على حمام المية والفوايد بتاعته الاستلاحف الفاس. زي ما حضراتكم شايفين كده التوينز بتاعي الجميل الجديد. ربنا يبارك فيهم ويحميهم ويحرصهم. بسم الله ما شاء الله شكلهم جميل جدا. وكل ما الواحد بيشوفهم ما بيقولش الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بنقعد نذكر الله على عظمته وعلى سبحان الله على خلقه. فسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بجد شكلهم جميل قوي على شكل قلب شايفين. سبحان الله. المهم نرجع لموضوعنا نقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى قليل وعلى أصحابه وسلم. هنا شايفين ابتدت تشرب. حمام المية مهم جدا للسلاحف الفاس عشان تشرب. بس انا عندي مشكلة في التوينز بتاعي. ان في واحدة عايزة تسيطر على التانية بتسيبها وتمشي. هنا انا بوريكم مكان السرة. لسه طبعا ما قفلش. آآ زي ما حضراتكم شايفين كده. وكمان بوريكم شكل شكل جسمهم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم شايفين. بسم الله ما شاء الله فيه واحدة راسها كبيرة وواحدة راسها صغيرة. واحدة رجليها وقديها ادخن من التانية. سبحان الله. شكلهم جميل وسبحان الله صحتهم حلوة يعني. طبعا آآ نرجع بقى لموضوعنا ونقول آآ هنا طبعا انا بوريكم الديل وشكل الاستضافة من وراء. آآ ان حمام المية مهم جدا للسلاحف الفاس طبعا عشان يحافظ على رطوبة الجسم بتاعهم كمان عشان يشربوا. لان جسمهم بيبقى محتاج سويل. آآ وطبعا هنا نراعي. آآ وناخد بالنا جدا من ارتفاع المية. تمام? انا هنا مش هستخدم اي حاجة خالص. خالص عشان مش هوطرهم ومش عايزاهم يخافوا مني. آآ الاول كنت بتعامل مع واحدة مثلا السلحفة اللي فاتت يعني. آآ اللي ماتت. يعني ربنا يطور في عمري دول. ابتدتها جيب قطنة وابتدت امسح الصدفة بتاعتها وامسح عنده السرة لان كانت السرة بتاعتها قفلة شوية عن هنا. انا هنا جبت علبة وطلعت بقى السلاحف ما سبتهمش كتير في المية. انا بس كنت عايزة اخسل مكان السرة وارطب جسمهم. آآ زي ما قلت لحضراتكم كده عشان ما يجي لهمش جفاف. فهنا انا فرجت منديل وحطتهم وبعدين بصراحة انا كمان خفت اسيبهم كتير في المية لان في واحدة بتمشي وبتجر التانية فبلاقي التانية راسها بقاها بمناخرها بعينيها كله نازل في المية. فانا خفت عليهم بصراحة. وطلعتهم هنا على منديل زي ما حضراتكم شايفين كده بحس المنديل يمتص المية. طبعا السلاحف. الفأس بتبقى حساسة جدا. المناعة عندها ضعيفة جدا. فبتبقى آآ ممكن تكون يعني عرضة لأي مرض وخصوصا البرد. واحنا مش عايزين طبعا يجي لها اي امراض. هي بسم الله ما شاء الله نازلة صحيحة كويسة. وده آآ يعني فضل من عند ربنا. فاحنا نحافظ عليهم. وآآ يعني عشان نحافظ عليهم لان كتير بيشتكوا وبيقولوا نستلاح في الفأس لقدر الله يعني آآ بيموتوا وما بيعرفوش يتعاملوا معاهم. تمام? انا هنا حطتهم على منديل لغاية ما المنديل امتص المياه. هبتدي بقى حطهم في الشمس. اهم حاجة ان اشعة الشمس ما تكونش حرقة قوي او قوية. تكون بدري جدا يا بعد العصر. يا دوب بس حاجة بسيطة كده لان لو الشمس حامية هم مش هيستحملوها. ولقدر الله ممكن يتشوي يعني مش هيستحملوها خالص. فاحنا ناخد بالنا من الموضوع ده. هنا طبعا في معاناة جامدة. آآ في مشكلة التوينز دول لان ما واحدة تمشي بتجر التانية وراها. اهو زي ما حضراتكم شايفين. بس سبحان الله بس يعني حاجة جديدة وحاجة لزيزة وشكلهم جميل متعة يعني. هنا بقى طبعا عملين بيلموا في المنديل كل ما بيمشوا. آآ المنديل بيتلم معاهم يعني ده طبعا لان واحدة بتمشي والتانية بتجروا بايديها. فايه? فالموضوع بيبقى مقلق شوية. تمام? احنا بنفضل نتابعهم برضو ناخد بالنا عشان نقدر الله لو السلحفة اتقلبت مش يعرفوا يعدلوا نفسهم خالص. فلازم يعنينا تبقى باستمرار على آآ السلاح في الفأس. شايفين? واحدة عايزة تمشي النحيا دي. واحدة عايزة تمشي النحيا دي. كل واحدة عايزة تفرض شخصيتها على التانية. بجد يعني سبحان الله. لوزاس جدا. بجد يعني بحيط اتفرج عليهم قوي. وحاجة جميلة انا بقى قلت عشان مش هدايقهم. اشيل المنديل قدم نشفه كويس. المنديل امتص المياه في جسمهم. لازم نتأكد كويس جدا ان احنا نشفناهم حلو قوي. وطبعا ما ينفعش ان احنا نسيبهم عند اي طيار هوا. هيجي لهم التهاب رئوي او برد او تحت مروحها او في قوضة فيها تكييف. تمام? انا هنا شلتهم العلبة خالص قلت حطهم كده يتشمسوا شوي عشان برضو الشمس مهمة. بس التوقيت اهم. يعني التوقيت اللي هنشمس فيه السلاحف الفأس اهم بكتير جدا. تمام? نبقى حمام المية مهم وحمام الشمس مهم. حمام المية مهم ان احنا ناخد بالنا ما يكونش ارتفاعه واصل لمنطقة الانف والفام. وحمام الشمس مهم جدا بس تكون قشعة الشمس مش حامية قوي. تخلي السلاحف تتشوي يعني او تتحرق. مش هينفع. لان دول طبعا لسه الصادفة بتاعتهم بتبقى طارية. طبعا مش تبقى قوية زي السلاحف الكبيرة بتبقى لسه يعني ايه طارية. طبعا ناخد بالنا ملء اطفال. وكمان عايز اقول لكم معلومة. السلاحف الصغيرة. ممكن تكون حاملة لمرض السلامونيلا. السلاحف الصغيرة. بتبقى المرض ده بتبقى حاملة. فاحنا ناخد بالنا كويس. آآ طبعا اطفال هيشوفوا مسلا سلحفة صغيرة هيحبوا يلعبوا معاها او يشلوها. انا ما بنصحش بكده خالص. ولازم احنا ككبار او صغيرين لازم نخسل ايدينا كويس جدا بالمية والصابون. آآ بعد ما بنمسك اي سلحفة او بنتعامل مع اي سلحفة. انا طبعا خفت يمشوا ولا يقعوا ولا كده. فانا قلت ايه? احطوهم في العلبة تاني. وزي ما حضرتكم شايفين كده. بجد انا طول النهار حطاهم قدام عيني كده. بحب اتفرج عليهم قوي هم ما بيمشوا. وبحب اكتر لما كل واحدة بتبقى عايزة تمشي في اتجاه. والتانية ساعات بتبقى مستسلمة. واوقات كتيرة بتبقى رفضة. وبتحب هي اللي تمشي في اتجاه التاني. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. آآ ده كان فيديو سريع. لازم نعمل للسلاحف الفقس حمام مية. ممكن نعمله تلات مرات. او اقل حاجة مرتين في الاسبوع. يا تلات مرات. يا مرتين في الاسبوع. طبعا انا بقى تزرع عن التصوير لاني انا مسكة الموبايل بايد. وبصورهم بالايد التانية. آآ فا آآ بحبكم جدا في الله. وزي ما قلت بلكم اللي قد تربية السلاحف يربي. واللي مش قد التربية ياريت ما يربيش. آآ اذا عشت وكان لعمر انتظروني في فيديو جديد. باي باي. ترجمة نانسي قنقر